خلال تجربة البسيطة وجدت أنني حين آتي المنبر طبعا في معظم الخطب على الإطلاق 99 في المئة يعني بكونوا محضر خطبتي وعاملها يعني خطة معينة وكذا أحياناً وهذا حصلت معي مرات يعني ليس مرة مرات إلى حد ما يعني كثيراً نسبياً أكون في منتصف الطريق أحياناً أكون اقتربت يعني بيني وبين المسجد ربما عشر دقائق حدث معي مرة وأنا على المنبر صعدت على المنبر الآن طبع ما الذي يحدث أقترب المسجد خلاص سبحان الله تتغير نفسي لا يعود ذلك الموضوع الذي شغلت به ذهني أربعة خمسة أيام هو أولوية لدي ولا أحب أن أتكلم فيه ومعني موضوع طيب وخير لا أبداً أبداً ينزع من قلبي طب إيش الموضوع البديل ما بعرفش ما عندي موضوع بديل موضوعات كثير جداً جداً طب أرسوا والله حصل مرة على المنبر والمؤذن يؤذن وأنا أستغيث بالله يا ربي غوثك يا ربي غوثك افتح بدي الموضوع بدي عنوان موضوع أنه عشان أقدر ايه أمشي فيه ما بعرف حين بلغ هيا على الفلاح جاء الموضوع من غير أن أشهد الله على ذلك هو يعلم ذلك هذه الخطب بالذات التي حصل فيها هذا عبر تاريخي في الخطاب الحين قريب من ثلاثين سنة هي بالذات التي يقول لي الناس دائماً يا الله قلبت حياتنا غيرت حياتي تلك الخطبة والله يأتيني في نفس اليوم مكالمات كثير جداً ما هذه الخطبة حين يسمعونها أقول لا لو تعلمون لا إله إلا الله هذه الخطبة كانت من وحي اللحظة من وحي اللحظة خطبة لم تعد لم يرتب لها لم لم أختر إيه محاورها فتعلم درساً بليغاً ما هو أن عون الله لك وبركة الله التي إيه يحلها فيك وفي عملك وفي قولك آه وسعيك هم وغوث الله لك يكون بمقدار تحققك بشعور الفقر إليه هل الأفقر من إنسان عنده خلص إيه المؤذن هو مش عارف الموضوع تتعقولون بجمع بس عذروني أنا مش عارف عايش بتخطب فضيحة بتكون في حالة اضطرار كاملة تنسى علمك ومحفوظاتك وذهنك وبقى بكل شيء منسي الأمل وش قيمة فقط هو إيش الغوث الإلهي يأتيك غوثاً الناس تشعر به تلمسه وتقول لك هذا الشيء مش طبيعي غير حياتنا قالوا بحياتي لا إله إلا الله هل نستطيع نحتفظ بهذه الحالة دائماً إحنا هو هذا حتى لو عندك إيه مليارات بده تحتفظ بدعاء المضطر كيف المضطر اللي بنته إيه من كنتموت بعد إيه عشر ساعات إذا ما أعطهاش الدواء إيه في ظرف إيه خمس ست ساعات ومعندوش ولا فلس كيف حنحين دعاءه بهذا الدواء بهذا الدواء يكون دعاء مضطر مفروض صاحب المليارات يدعو مثل هذا الدعاء دعاء مضطر طب والمليارات لا ثقة لي بها لا ثقة لا ثقة لو شاء الله أقسم بالله تذهب في لحظة في ثانية وتعود فقيراً تجوز عليك الصدقة ما رأيك؟ هذا العرب بالله الذي لا يزول يعني إلى الله اضطراره لا يزول اضطراره ولا يكون بغير الله ومع غير الله قراره لا يقر ولا يطمئن إلا إلى ربه وهو في حالة اضطراره اللهم أعطينا ذلك هذا العارف هذا صاحب المفاتيح مفاتيح صديقة تلاقيها وقديمة صغيرة هيك تكفتح وبدخل وإنت جايب لي مفاتيح نصف متر ومذهبة وشغين عليها وعملها دعايات ما بتفتح ما بتفتح يا حبيبي ما بتفتح إيش المفتح هذه؟ محفوظاتك حفظ الكتاب أدعية صغيرة ومين ومين وحيني وكله والفاعلين والذهبين والراجلين والطالعين والنازلين عمل لي فيها سجع وبتغني لي في الدعاء ولا دعوة استجيب لها ولا دعوة تعلموا يا أمة محمد أن تتركوا حالة الكذب اللي احنا فيها هذه وقسم بالله حالة الرياء والكذب والدجل ودجل على أنفسها على رب العزة ما في حدا بدجل لا إله إلا هو روح ادعو تباكوا ما في دعوة استجاب رحمة الله على شيخ الإسلام والشيخ العارفين في وقت إبراهيم ابن أدهم أبو إسحاق رضوان الله عليه قال مرة كنت في الحجة أبو إسحاق أبو إسحاق بالأدهم بقول أنا كنت في الحج ويوم عرفة يوم الوقف يعني في عرفات الناس سهل عرفات وهذا يدعو وهذا يبكي وهذا أصيح وهذا كان كله قال وإلى جانبي أعجمي مسلم سال الدموع على إيه خدي شعور منه بالعجز أبو العربية مسكين وإبراهيمي بلدها طبعا إيه برضو عجمي هو قال قلت له يا أخي ألا دعوت ربك قال لا أحسن لا أحسن أدعو كما تدعون حافظين آيات أنت وحديث وأشياء أنا مش حافظت يا أشياء قلت له لا عليك ادعو بما تشاء كيف تشاء بلغتك قال له ادعو بعجمييتك يعني فقال رفع يدي ودعا بدعوات خفيفة يكب الفارس وكذا قال غلبتني عيناي فرأيت ملكا من السماء نازلا يكتب حتى دنى مني فقال قد لبى الله دعوات الموسم هذا إيه دعوات الحجيج هذا الموسم كرامة لهذا الأعجمي الصادق الله قبل الجميع عشان هذا عشان دعوته مقبولة الله أكرم أنه إيش يقبل دعوة واحد يرد دعوة الثانين قال قبلتكم جميعا لأنني قبلته هو الأفهة الفهاها الأفهة العيي اللي ما عنده بلاغة وما عنده إيه فصاحة وما عنده جزالة لكن دعا من قلب يستشعر الفقر متحق بالفقر هذا نحتاج أن نتعلم ونحن نفتح على الله تبارك وتعالى